good morning my students how are you today we are going to make a revision for the exam اليوم نحن عمل مراجعة للإقزام هاي الويركشيت بتحلوها بعد ما تخلصوا دراسة الكلاس بوك والويرك بوك واللترز نوت بوك دفتركم الحروف نمبر وان اسئلتكم في الامتحان رح تكون ملتيبل تويز شو يعني ملتيبل تويز يعني ضاع دائرة على الإجابة الصحيحة نمبر وان how old are you how old are you معناها كم عمرك بدك نجاوب عليها I am seven years old ولا I am stella لا بدنا نجاوب I am seven years old معناته هاي هي الإجابة الصحيحة نمبر تو number two this is a word هاي كلمة نقصة لتر نقصة حرف هل هي B ولا P كيف بدي أعرف تذكر هاي الكلمة اللي فيها A-L-L هاي كلمة ball معناته B ولا P لا كلمة ball تبدأ بال B number three this word is pizza 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 تبدأ بال B ولا بال P حكتلكم كلمة pizza من اللي فيهم حرف P اللي هو بيطلع هوا من ثمه معناته pizza number four this is a bird bird اللي هي طائر bird بالأب ولا بال P لا بالأب number five pink 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 نازم نطلع هوا من ثمه لما نحكيها معناته P number six boy boy معناته B number seven pencil pencil بال P number eight انتبهوا لما معنا هذا السؤال the odd word is pizza boy pink pencil pizza boy pink pencil لاحظوا pizza بتبدأ بال P boy بتبدأ بالأب pink بتبدأ بال P pencil بتبدأ بال P مين الood word كلمة odd معناها غريب شو يعني odd؟ هي أول يعني غريب أو مختلف أه مين الكلمة الغريبة أو المختلفة اللي ما بتشبه خواتها الثانيين لاحظ كل الكلمات بيبدأ بحرف P معدى boy بتبدأ بالأب معناته boy هي الood الغريبة أو المختلفة أه أود معناها غريب أو مختلف طيب نيجي ان نيجي لنمر nine نمر nine نمر nine the odd words برضو the odd word is pink boy bird ball pink boy bird ball عندنا pink Boy بالإب Bird بالإب Ball بالإب مين الأودورد؟ الأودورد هي Pink نمبر 10 The sound of A The sound كلمة sound معناها صوت صوت كلمة sound معناها صوت The sound of A in ball Is بتتذكروا شونت حطت لكم فوق الإي أنا حطت لكم فوقيها O معناته A ولا O لأ معناته O نختار هنا O شو الصوت تبع حرف الإي في كلمة ball صوته O نمبر 11 The small letter of E is A ولا E لا E The capital Capital معناها الحرف الكبير شو يعني capital يا أول capital معناها الحرف الكبير مين الحرف الكبير؟ في لل-R هذا الحرف ولا هذا؟ هذا الحرف ال-R الكابيتال معناته مختار سوري مختار هذا الحرف طيب يجا واحد سألني يا أول What are these؟ طالما سألنا ب-What are these؟ معناته بنسأل عن مجموعة It's a bird ولا these are birds؟ طالما سألنا ب-are these؟ الجواب بدي يكون ب-these are الجواب بدي يكون ب-these are معناته شو بختار في هاي الحالة؟ مختار ملاش نعمل بها مختار these are بس انتبهوا كلمة these فش فيها are هون طيب آه تمحوا ال-R إذن these are birds ليش؟ لأنه سألنا ب-plural معناته لازم نجاوب ب-plural يعني بالجمع هلأ في نقاط تاني بدي ياكم تنتبهوا لها للانتحان بدي ياكم تدرسوا معاني الكلمات اللي هم boy, bird, bowl, pink, pencil, pizza عشان رح أجيب لك أنا صورة الكلمة وإنت تحكي لي شو هي هاي الكلمة ماش الحال؟ كمان بدي ياكم تدرسوا الكلمات ال-birthday party اللي هم birthday cake رح أجيب لك مثلا صورة أنا balloon صورة present وصورة birthday cake أحكي لك مين ال-birthday cake وتحط عليها دائرة الكلمات ال-birthday party birthday cake balloons birthday present birthday card birthday hat أكي كمان بدي إياكم تنتبهوا لأسئلة ال-yes وال-no هلأ يمكن أنا أجيب لك مثلا صورة pencil وأحكي لك is this a pencil? is this a pencil? هلأ إذا كانت الصورة مطابقة لجملتي بتحكولي yes it is ولا no it isn't؟ لا نحكي yes it is هلأ ممكن أحط لك صورة bird وأحكي لك is this a ball? فأنت بهاي الحالة شو رح تحكيني yes it is ولا no it isn't؟ لا no it isn't no it isn't هلأ أبيت لكم كمان تتذكروا نقطة منيحة إذا كان الإشي عندي مفرد لازم أسأل عنه ب-what is it? what is it? وإذا كان جمع بسأل عنه what are these? إذا كان مفرد بسأل عنه what is it? إذا كان جمع بسأل what are these? بالجواب إذا كان إشي واحد اللي أمامنا منحكي it's a منسمي إذا كان جمع بنحكي these are these are these are ما تنسوا كلمة odd معناها غريب أو مختلف odd غريب أو مختلف كلمة sound معناها صوت capital letter يعني الحرف الكبير small letter يعني الحرف الصغير لازم تتدربوا على الحروف كمان capital و small كتابة وتنتبهوا لبداية الحرف بداية الحرف من كل كلمة بس الست كلمات اللي هم ball bird ball bird boy pink pencil pizza بس لازم تعرفوا الحرف الأول من هدول الكلمات الـ sound تبع الإيم مهم كتير في كلمة ball شو الصوت حرف الاي في كلمة بول هو او لما اسألك انا what's your name لازم تحكي I am sorry I am تحكي الاسم مثلا I am سكننا حطيني ستيلا I am مثلا جون I am جاك I am سيرا كلمة train كمان ما تنسوها معناها قطار train train كمان لما اسألك how old are you لما اسألك how old are you معناته انا بسألك كم عمرك how old are you معناها كم عمرك لازم انت تعرف الجواب تبحها مثلا I am seven years old ولا I am ستيلا شو جواب هذا السؤال اللي انا سألته اللي هي how old are you لا جوابه I am seven years old منحط دائرة عليها good luck my students وان شاء الله تتوفقوا في الامتحان وتجابوا منيح بس المهم تعرفوا معنا السؤال عشان تعرفوا شو الاجابة تبعته واي حد عنده اي استفسار يبعت على المنصة وgood luck my student وادرسوا منيح من الكتابين الصفحات اللي انا حطتكم اياها وادرسوا ورقة الwork sheet اللي هي المراجعة good bye bye هذا الخرط من كتاح الملوقع